للرياض وأقول لكم إيه آخر التطورات في موسم الرياض حضركم فاكرين إحنا في أول حلقة عملنا تقرير طويل عن البوليفارد البوليفارد السنة دي مستو أو واشرح كمان للناس اللي بتعافش أول بوليفارد هو مكان أو مدينة للطرفية يعني شوية بشوية لما يعني يكمل وكل المشاريع اللي بتكمل احنا بنتكلم على حاجة يعني زي مدن الترفيه اللي هي قرب ديزني يعني المدن اللي موجودة بهذا الشكل ولكن طبعا البوليفارد فيه أشياء كثيرة مطاعم ومسارح وفعاليات غنائية وكل الأشياء موجودة في البوليفارد فكل يوم احنا عندنا افتتاح مكان جديد في البوليفارد تم افتتاح مكان اسمه الألي الألي ده معمول يبقى فيه مجموعة جديدة من المطاعم الميزة في البوليفارد السنة دي يا جماعة أو الفرق بينه وبين موسم رياض اللي قبل كده خلاص هو بقى مكان سابت يفضل الناس تزوروا السنة كلها يعني أنا ليه أصدقاء كتير في المراكب العربية السعودية النهاردة بتعشى في البوليفارد النهاردة كان فيه حفلة لماجد المهندس في البوليفارد النهاردة فيه حفلة بعد يومين في الأنغام النهاردة فيه مش عارف إيه والله كان فيه عشاء عند ناس هناك مطاعم جديدة مطاعم فرنساوي مطاعم عربي بقى مكان وملتقى للناس كلها وزان بقول لحضراتكم مش مكان معمول عشان يتلم بعد ما موسم الرياض ينتهي طبعا موسم الرياض دلوقتي وصل الاعداد فيه والزوار فيه بالملايين بالملايين وكل دول بيقدروا ان هم يبقوا موجودين في هذا المكان يحضروا حفلات يروحوا مطاعم وانتوا زي ما شايفين سيادة مسشار توركي الشيخ موجود في البوليفارد على طول وكل مكان جديد يتفتح يروح يزوروا ويحضر في المطاعم ويشوف إيه الحاجات اللي بيقدموها وإيه جديد لأنه بيتقدم نموذج للترفيه لإخواننا في المملكة العربية السعودية وكل زوار المملكة اللي جايين من الخليج ومن العالم العربي ان انت ازاي تقدر تقضي أيام كاملة موجود في البوليفارد موجود في الكومبت فيلد لسه معرض السيارات لسه خالص كان فيه ناس كتير بتزوروا تباع فيه سيارات بعشرات الملايين يعني قصد طول ما انت موجود هناك انت موجود عندك فعاليات كثيرة وأشياء كثيرة تقدر تعملها المملكة العربية السعودية تستحق هذا المستوى من الترفيه هذا التنوع وطبعا زيان بقول لحضراتكو فيه فرق كبير بين الموسم اللي فات والموسم ده انه بيتم الآن التأسيس لأماكن تفضل موجودة السنة كلها مش أماكن بتتقفل بعد ما الموسم ينتهي شكرا